أيضا في خبر انتشر هذا اليوم بشكل كبير لأنه يتعلق بالعمالة الاندونسية طبعا أنا أشبه العمالة الاندونسية أشبه بلاعب كرة القدم في البرازيل هذا الانتشار الكبير لهذا الخبر اللي وقع فيه وزير العمل والتنمية الاجتماعية في جاكرتا اتفاقية إعادة استقدام العمالة المنزلية الاندونسية إلى المملكة بما يسهم في تنويع فرص الاستقدام أيضا كان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور أحمد بن سليمان الراجحي قد قال في وقت سابق تسعى الوزارة لتحقيق طلبات المواطنين في هذا الملف وسيتم فتحه خلال ستة أشهر لعدد ثلاثين ألف عاملة فقط كتجربة